ترأس الفريق أول معالي شيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اليوم اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة معالي وزير النفط وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير الإعلام وسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة رئيس الأمن العام وسعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء منوها إلى أن اجتماع المجلس يأتي في إطار دراسة المخاطر الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على سلامة المواطنين والمقيمين وخطط وإجراءات حماية السلامة العامة وقد اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على نتائج أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام وتدارسها انعكاسات حادثة منشأة نتانزا النووية الإيرانية وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسلامة المواطنين حيث أشار رئيس الأمن العام إلى دراسة اللجنة لأهمية الجاهزية العامة في المخزون الاستراتيجي وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات وإطلاق خطة إعلامية لتوعية الجمهور بشأن الحوادث الإشعاعية من جهته أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دين المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أكد أنه لم يتم رصد أي خطر إشعاعي على الأشخاص أو البيئة ضمن حدود مملكة البحرين أو مياهها الإقليمية نظرا لبعد المنشأة الإيرانية المذكورة وعدم اتصالها بأي مجرى مائي مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لرصد أي تلوث إشعاعي والتعامل مع مثل هذه الحوادث وقد أشار معالي رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أهمية الوقوف على مستويات الجاهزية العامة والإجراءات المطلوبة لحماية السلامة بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والتعامل الآمن مع كافة التهديدات والمخاطر ودراسة استعدادات مختلف الجهات من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على العمل في إطار منظومة من التعاون والتنسيق لاحتواء أي متغيرات كما بحث مجلس الدفاع المدني في اجتماعه اليوم الملاجئ الخاصة والحكومية وأن تكون جزءا من المشاريع الإسكانية المستقبلية حيث تم تقديم إيجاز حول إصدار دليل شامل للمتطلبات الفنية الخاصة بالملاجئ ومراكز الإيواء وإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين بكيفية التصرف الآمن في مواجهة الظروف المحتملة وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة مضحا أن العمل جار على إصدار هذا الدليل والذي يتضمن المواصفات الفنية واللوجستية للملاجئ ومراكز الإيواء وتصنيفها وتجهيزاتها وفي هذا السياق أكد معالي رئيس المجلس أن الملاجئ جزء أساسي من الخطة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي تسرب أو تلوث كيماوي مشددا على أهمية تكامل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات من خلال خطة شاملة تتضمن التأكد من إجراءات السلامة لفتا إلى أهمية مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ ووضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية حيث إن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها تستوجب الجاهزية اللازمة للتعامل معها وفيما أكد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على وضع موضوع الملاجئ في الاعتبار خلال تحديث الاشتراطات التنظيمية للمباني وأشار سعادة وزير الكهرباء والماء إلى ضرورة مراجعة الخطط بشكل جماعي وتحقيق الاستجابة السريعة وفي ختام الاجتماع أعرض معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر